سوف أكون جندياً في الجيش الإيراني لكن دعونا نرى أين هي هذه الحرب طيب لازمنا بحاجة إليك هنا كمحلل سياسي وكصعفي بكل تأكيد هل تعتقد إسرائيل ستستمر بحرب الظل بعمليات الموسات في الداخل نجحت هذه المفاوضات أو لم تنجح هل هذا هو السيناريو الذي يجب نحن كعرب أن نفهمه فيما سيجري في القادم أخي أحمد هذا سؤال مهم جداً غاية في الأهمية ببساطة إسرائيل لا تخاف من أن تمتلك إيران قنبلة نووية يعني عبر التاريخ ولا مرة الفرس أو الإيرانيين هاجموا إسرائيل العلاقات بين إسرائيل وإيران من تحت الطاول العلاقات وطيدة هناك 200 شركة إسرائيلية أعلن هذا الكلام في الصحافة الإسرائيلية تعمل مع إيران وهناك 53 شركة إيرانية تعمل مع إسرائيل الفضائيات الإيرانية كلها تبث من خلال أقمار صناعية إسرائيلية الخوف الإسرائيلي ليس من النووي الإيراني الخوف هو من أن يؤدي امتلاك إيران للسلاح النووي إلى حجة لامتلاك السعودية أو أي دولة عربية أخرى مصر أو الإمارات للسلاح النووي هذا هو الخوف الخوف من أن يصبح هناك مبررات قوية لدى الدول العربية التي حقيقة تقف ضد المشروع الغربي في المنطقة وعلى رأسه مشروع إسرائيل الخوف من أن تمتلك هذه الدول للسلاح النووي اللعبة هي هكذا لاحظ الآن منذ يومين هناك حديث على الصفحات الأولى لوسائل الإعلام الغربية عن امتلاك السعودية لمصانع بالتعاون مع الصين لإنتاج سلاح باليستي يحمل رؤوساً نووية هذا هو الخوف عندما يتحدثون عن اكتشاف الأقمار الإصطناعية لمواقع تصنيع أسلحة باليستية ومشاريع مشتركة بين السعودية والصين وهذه الأسلحة قادرة على حمل رؤوس نووية هذا يعني بأن السعودية لديها مشروع نووي وهي تحتاج إلى الصواريخ لاستكمال هذا المشروع لا يمكن أن تصنع صواريخ قادرة على حمل الرؤوس النووية وهي لا تمتلك الرؤوس النووية لذلك هم هذا الذي يخافون منها أما إذا ضربوا المفاعلات الإيرانية ومنعوا إيران من امتلاك السلاح النووي سيصبح لديهم المبررات الكافية لمنع المملكة العربية السعودية أو مصر أو الجزائر أو غيرها من الدول العربية من امتلاك هذا السلاح أو التفكير بامتلاك هذا السلاح هي المعادلة هكذا وهذا ما عبر عنه الكثير من المسؤولين الإسرائيليين في تصريحات مختلفة يعني انظر الآن إيدي كوهين وغيره من الصحفيين الناطقين باللغة العربية كيف يتعاملون مع الموضوع وكيف يعبرون عن مخاوشهم المخاوف الحقيقية هي أن يحصل هناك توازن عربي غربي تصبح إسرائيل كيان هش لماذا نحن لا نخاف من إسرائيل لأن إسرائيل حاولت على مدى السمعين حاما لم تستطع أن تخرج خارج نطاق فلسطين محاصرة في هذا الكيان هي تتراجع اليهود القادمون من الغرب بمعظمهم يمتلكون منازل في تركيا حتى يهربوا إليها في حال بدأت حرب حقيقية على إسرائيل الناجئون الفلسطينيون المحيطون بفلسطين وحدهم من دون سلاح لو تسمح لهم الجيوش العربية المحيطة بفلسطين لاقتحبوا السياج ودخلوا إلى فلسطين وانتهى الموضوع اليهود يعرفون هذا لا يوجد خطر اسمه إسرائيل القصة الإيرانية قصة فقط الترويج لموقف سياسي يكون ظلا لتصرفات على الأرض تضر بالأمة العربية ومستقبل الأمة العربية هي ريسة حقيقية على الإطلاق ولذلك أنا قلت أكثر من مرة أنا يعني إذا حصلت حرب إيرانية إسرائيلية أنا سأتراجع عن مواقفي كل مواقفي وسوف أتوقف عن العمل في الصحافة وسوف أكون جنديا في الجيش الإيراني لكن دعونا نرى أين هي هذه الحرب طيب لازلنا بحاجة إليك هنا كمحلل سياسي وكصعفي بكل تأكيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر